تعتبر الثقافة أحد أركان أي حضارة إذ تشكل الركن المعنوي فيها وتظل على الدوام تمد شخصية كل أمة بما يميزها ويمنحها في الوقت نفسه القوة والبقاء والاستمرارية ملتقى العشرة كراسي الثقافي في مدينة الحلة بمحافظة بابل حلقة حية من حلقات الوعي والثقافة في المحافظة يحضرها الباحثون والمفكرون والنقاد تمارس دوراً بارزاً في نشر المعرفة في وقت يواجه العالم فيه مخاطر العولمة وابتعاد الناس عن الثقافة ملتقى العشرة كراسي الثقافي سنة ألف وستعاش ميلادية في دار الفرات للثقافة والإعلام حقيقة سمي العشرة كراسي نسبة إلى المؤسسين اللي هم أشرة أشخاص كان مواظبين على الحضور يومياً في هذا المكان يتداولون أمور عامة من سياسية إلى اجتماعية إلى دينية هذا الملتقى تنجبع بين محاضرات شهرية كل محاضرة تدون وتنزل في مجلة اسمها المجلة العشرة كراسي وتصدر عن ملتقى العشرة كراسي الثقافي الذي اتخذ من دار الفرات للثقافة والإعلان مقراً له مجلة حملت اسم الملتقى وهي مجلة فصلية ثقافية عامة تجمع وتدون فيها المحاضرات التي تقدم في الملتقى كل شهر أسست مجلة عندنا أوراق يعني مجلة العشرة كراسي أنا واحد من أعضاء تحريرها نتناول كل المواضيع بلا استثناء ومجلة جامعة مجلة مهمة جداً أيضاً نتناول البرامج والكتب والثقافة بمجملها نعتقد أنه نحن نحقق في النوع من التكامل في العدب أو في الثقافة مع المؤسسات الثقافية الأخرى وبات الملتقى ساحة ثقافية فكرية واسعة مليئة بالحرية بالرغم من حداثة تأسيسه تناقش فيها جميع القضايا الفكرية والأدبية بعيداً عن أي خطوط حمراء أصبح مدرسة يتلقى فيه رواده مزيداً من العلم والمعرفة إضافة إلى المداخلات والطروحات التي تطرح من قبل الحاضرين تلقى رحابة صدر وتلقى هو طبعاً واحد الحرية إضافة إلى أنه واحد فكرية واحد الحرية يعني تستطيع أن تطرح آرائك بشكل جريء وبدون تحفظات وبدون خطوط حمر كونه ملتقى علمي ثقافي أدبي راقي جداً ويأتي وجود ملتقى العشرة كراسي الثقافي في العراق في الوقت الذي أصبحت تبادل الثقافي بين الأفراد والمجتمعات والأمم سمة العصر الذي نعيش حيث يمثل الملتقى واحة حاضنة للحوار وتبادل الرأي والتفكير بصوت مسمو ترجمة نانسي قنقر